غاضر رئيس الوزراء الياباني شنزوابي بلده من أجل اجتماع مقرر مع الرئيس الأمريكي منتخب الجديد دونالد ترامب في نيويورك ومن المتوقع أن يكون آبي أول مسؤول أجنبي يلتقي بترامب منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة وقبل مغادرته توكيو عارب آبي أمام أسالي العلام عن رغبته في بناء علاقة ثقة مؤكدا على أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان وجوهر دبناسية توكيو وأمنها لكن تفاصيل حول الاجتماع المرتاقب ما زالت غامضة والذي بذكر أن تعليقات ترامب خلال حملته الانتخابية أثرت تقالى توكيو وأحبطت الآمال بموافقة الولايات المتحدة على اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي تي بي بي كما قال ترامب أنه سيطالب الحلفاء بتحمل تكاليف تواجهة القوات الأمريكية في دولهم